بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوى ها هي الأيام قد مرت وها نحن في يوم العيد لكل قوم عيد وهذا عيدنا لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وجد اليهود يحتفلون بيومي النيروز والمهرجان فقال صلى الله عليه وسلم إن الله أبد لكما خيرا منهما يومي الفطر والأضحى وقال إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا أعياد المسلمين عيد الفطر يأتي بعد الصيام وعيد الأضحى يأتي بعد الحج ويقول مولانا جل وعلا في القرآن ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون تعالوا بنا نقفوا مع بعض سنن سيدنا رسول الله في يوم العيد أولا يبدأ بالتكبير والتكبير في عيد الفطري يبدأ من غروب شمس آخر يوم في رمضان في اليوم الأخير من رمضان وبعد صلاة المغرب نبدأ التكبير وينتهي التكبير في عيد الفطري مع صلاة العيد لا تكبير بعد صلاة العيد أما في عيد الأضحى فيبدأ التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريقي الثلاثة يعني في يوم الثالث عشر من ذي الحجة وصيغة التكبير معروفة وللمصريين صيغة رخصها الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه وكان يكبر بها الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا هذه صيغة التكبير التي نكبر بها في أيام العيد وأيضا من سننه صلى الله عليه وسلم في يوم العيد الاغتسال أن يغتسل الإنسان وأن يتطيب وأن يلبس أحسن الثياب لأن الغسل في يومي العيد من الأغسال المسنونة ومن السنة أيضا في عيد الفطري أن يفطر الإنسان على تمرات قبل الصلاة قبل الذهاب لصلاة العيد أما في عيد الأضحى فيأكل من أضحيته بعد الصلاة ومن السنة أيضا أن يذهب المصلي لصلاة العيد في مكان في الخلاء وأن يذهب من طريق وأن يعود من طريق آخر وأن يقدم التهنئة لمن لقيه من المسلمين يقول له تقبل الله طاعتكم أو تقبل الله منا ومنكم أو أن يقول له كل عام وأنت إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم ومن السنن في العيد أن نتزاور وأن نصل الأرحام لأن صلة الأرحام توسع الأرزاق وتطيل الآجال قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصر رحمه هذه سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم احرصوا عليها في يوم العيد نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا الأعياد وأن يفرح قلوبنا برضاه عنا وأن يجعلنا ممن قبل صومهم وشكر سعيهم وغفر ذنبهم اللهم أمين يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد بدءا وختاما شكر الله لكم حسن متابعتكم وكل عام وأنتم بخير وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته